وللمزيد تنضم إلينا من جناف سيدة دينا أبي صعبة الكاتبة الصحفي أهلا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية في القاهرة الإخبارية سيدة دينا نتنياه هذا المأزوم بشكل داخلي في الداخل الإسرائيلي وأيضا بحسب المحللين للمشهد في غزة هو أيضا في حالة أزمة على المستوى العسكري في الميدان وها هو الآن يصدر هذه القرارات وهذه التوجيهات لإعداد صفحة جديدة في هذه الحرب في رفع قراءتك لهذه التوجيهات في الواقع الأوامر التي تتحدثين عنها فيما لو تم تنفيذها على الأرض فهي ستسبب من دون شك يعني مأساة تضاف إلى المأساة القائمة في قطاع غزة خصوصا أن الجميع تابع سيناريو الاجتياح لشمال القطاع وما أدى إليه من أعداد هائلة من الشهداء على الأرض حاليا منطقة رفح وجنوب قطاع غزة ككل هي منطقة تركز فيها الفلسطينيون الذين فروا هربا من مناطق الشمال والوسط طبعا كانت إسرائيل تناشد أو تطالب الفلسطينيين بالتوجه جنوبا باعتبارها مناطق آمنة رغم ذلك كانت هذه المنطقة تخضع لقصف مركز وتدمير للوحدات السكنية بشكل ممنهج طبعا لم تكن آمنة على الإطلاق حسب ما تقول الأمم المتحدة أسوة بكل مناطق قطاع غزة حاليا سيناريو الاجتياح العسكري سيعني من دون شك أعدادا كثيرة جدا قد يكون من الصعب تصور الوضع على الأرض لشدة سوءه أعداد كبيرة من القتلى أيضا ضيق أكثر في مسألة المساعدات الإنسانية وحركة الأطقم الطبية وإيصال الغذاء والدواء بشكل خاص طبعا هذه المنطقة اكتذت بأكثر من مليون ونصف لاجئ خلال الأشهر القليلة الماضية فترة العدوان على القطاع بالتالي نتحدث عن منطقة قد تكون أو توصف بالأكثر اكتظاظا ربما في العالم حاليا كل الفلسطينيون أو القسم الأكبر منهم حشروا في هذه المنطقة مع ما تعانيه حاليا هي مشرفة على المجاعة كما تقول الأمم المتحدة لا غذاء وكل المساعدات التي تدخل تدخل بكميات ضئيلة جدا نقاط من المساعدات في مقابل محيط من الحاجات الإنسانية التي لا تلبي هذه المساعدات التي تدخل بإمكاننا تصور سيناريو من المأساة المضاعفة تصور سيناريو يعني يكمل هذه المشاهد المأساوية في غزة واليوم منصق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جزاب بورال يؤكد هو والاتحاد ويعرب عن قلقهم البالغ من هكذا خطوة برأيك ما المتوقع من الجانب الأمريكي الذي ظهر في الأيام الماضية وكأن هناك خلاف كبير واختلاف في وجهات النظر السياسية في طريقة معالجة نتنياهو لهذا الملف والآن الاتحاد الأوروبي ما التوقعات إذن هل من خطوات قد تتخذ من الجانب الأمريكي والأوروبي في هذا الصدد؟ بغض النظر عن الرأي الأمريكي السياسي إلا أن الدعم العسكري لإسرائيل مازال مستمرا بنفس الوتيرة السابقة بالتالي يجب ترجمة التصريحات السياسية التي تناشد ربما بتخفيض القبضة العسكرية والقصف المتواصل على القطاع بتخفيض الدعم أيضا الدعم المالي والدعم العسكري لإسرائيل وهما دعما يبدو أن لا تراجع عنهما حتى الآن طبعا الولايات المتحدة كانت داعما أساسيا لإسرائيل خلال طيلة هذه الفترة من العدوان المستمر على غزة لا فقط بالسلاح وبالموقف السياسي إنما أيضا داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال استخدام متكرر لحق النقد الفيتو مثلا أو الضغوط السياسية التي تمارس على الدول بهدف تحييد قراراتها وتحييد مواقفها داخل مجلس الأمن لمحابات الرأي الإسرائيلي حاليا الاتحاد الأوروبي بدأ منذ البداية شديد الضعف حيال ما يحصل في قطاع غزة لم يأخذ موقفا صارما ولم يستطع التأثير على إسرائيل بتغيير مواقفها وبتخفيض عملياتها بأي شكل كل المنظمات الإنسانية كذلك الأمم المتحدة ممثلة برئيسها وكل المنظمات الإنسانية لطالما ناشدت كذلك بتخفيض الأعمال العسكرية من دون أي تجاوب من قبل الجانب الأسرائيلي ما يظهره المجهد في غزة منذ عدة أشهر حتى اليوم أن قرار وقف الحرب هو في يد الجانب الإسرائيلي فقط حتى الآن أيضا قرار إدخال المساعدات وفتح هذه الطاقة طاقة إدخال المساعدات إلى قطاع أيضا في يد الجانب الإسرائيلي كل الضغط اللفظي الذي نسمعه لا يقترن نهائيا بضغط آخر يجب أن يتم من شأنه أن يحض من هذه العمليات مثل ضغط مثلا فرض عقوبات أو تخفيض الدعم أو على الأقل تقليل ووقف المساعدات العسكرية هذا الأمر لا يحصل نهائيا وبالتالي تستمر إسرائيل بالشعور بأنها مدعومة من قبل الجانب الإسرائيلي الأمريكي بشكل خاص بشكرك شكر جزيل من جناف سيدة دينا أبي صعبة الكاتبة الصحفية كنت معنا مباشرة من هناك شكرا جزيلا لك